السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة ريتاشلينج ويتشا تشانل النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض مراجعة منها Connect Plus لPrimary 5 First Setter الحساس اللي فاتت رجعنا على Unit 1 و Unit 2 أخذنا فيهم أهم الكلمات ورجعنا على Grammar وحلينا متحنات وأسئلة متنوعة على Vocabulary و Grammar النهاردة إن شاء الله هنأخذ مع بعض Unit 3 How we use our world كيف نستخدم عالمنا هنبدأ ونرجع على أهم الكلمات اللي كانت عندنا في Unit وهنبدأ ب Natural resources الموارد الطبعية أول كلمة معي وهي Cool Cool فهم Cool Fertile Fertile خصيب اللي هو المثمر Fertile Mud 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 Raw materials Raw materials مواد خيم Raw materials Date 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 بلح Date Flax 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 نبات الكتين Flax Pale 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 شي يحب اللون Pale Economy 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 الاقتصاد Economy Linen 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 قماش الكتين Linen Mine 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 منجم Mine بعد الكنتين هناخد كلمات على ال States حالات الماء أول كلمة معي وهي Liquid سائل Boil يغلي Fixed shape شكل سيبت Fixed shape Solid Solid يتجمد Gas الغاز Melt يذوب Melt بعد كده هناخد كلمات على physical properties الخصائص الفيزيائية Bend يطوي Bend Odor رائحة Sticky Sticky لزق أو لصق Sticky Hard Hard جامد أو صلب Hard Rough Rough خشن Rough Texture Texture نسيج أو ملمس Texture Mass Mass الكتلة Mass Soft Soft ناعم Soft بعد كده هناخد بعض الكلمات اللي على stories القصص Dig Dig يحفر Dig Sink Sink يغطز Sink Skeleton Skeleton هيك العظم Skeleton Flamango Flamango طائر الفlamango Flamango Shovel Shovel Garoof Shovel Exepert Exepert خبير Exepert Hole Hole حفرة Hole Tunnel Tunnel نفع Tunnel هالراجع دلوقتي على grammar F وأخذنا F في الفيرس كونديشنل والسكند كونديشنل في الحالة الشرطية الأولى والحالة الشرطية الثانية هنتعرف على تكوين واستخدام كل حالة إيه تكوينه وبنستخدامه إمتى الفيرس كونديشنل الحالة الشرطية الأولى كان تكوينها F plus present sample والجملة الثانية والو المصدر F والpresent sample present sample المضارع البسيط كنا شرحنا المضارع البسيط قبل كده المضارع البسيط اختصارنا للوقت هو الفعل اللي مضاف له S أو E S أو I E S مع السنجلر نان الأسماء المفردة أو الهي والشي والإت ولكن مع ال-I أو W أو U أو Z أو ال-plural noun بنضع الاسم بدون أي إضافة إذن تكوين الجملة في الحالة الشرطية الأولى بيكون F بعدها ال-present sample اللي هي المضارع البسيط والجملة الثانية والو المصدر F ومضارع بسيط والو المصدر بنستخدم الحالة الشرطية الأولى to describe events which will properly happen in the future بنستخدم الحالة الشرطية الأولى عشان نوصف أحداث من المحتمل إن هي تحدث في المستقبل مثال إذا ذهبنا إلى المتحف لو إحنا رحنا إلى المتحف سنرى عظام الديناصورات وهنلاحظ إن الجملة الأولى F بعد كده الفاعل بعد كده الفاعل في زمن المضارع البسيط وعشان الفاعل we فهيكون الفاعل بدون أي إضافات بعد كده بقي الجملة والجملة التانية فاعل will والمصدر مثال آخر if you study you will pass the exam إذا درست سوف تنجح في الامتحان الحالة الشرطية التانية هنتكلم عن تكوينها وبنستخدمها إمتى تكوينها هو if plus past sample plus would والمصدر if بعد كده الماضي البسيط والجملة التانية would والمصدر we past sample الماضي البسيط ده الفاعل اللي بنضاف له d أو ed أو ied أو ممكن يكون فاعل irregular فاعل غير منتظم فالتصريف التاني ليه هيحفظ كما هو بنستخدم الحالة الشرطية التانية to describe events we imagine but probably won't happen بنستخدم الحالة الشرطية التانية عشن نوصف أحداث بنتخيلها ولكن من المحتمل اللا تحدث من المحتمل إن هي ما تحصلش مثال if it snowed in October I will be very surprised إذا هطل التلك في شهر أكتوبر سأكون مندهشا جدا يعني لو نزل تلك شهر أكتوبر سأكون مندهشا جدا لاحظنا إن الجملة الأولى if بعد كده الفاعل بعد كده الفاعل في الزمن الماضي البسيط والجملة التانية فاعل بعد كده would بعد كده المصدر اللي هو be جملة أخرى if I had enough money I would go to Japan لو كان لدي ما يكفي من المال لزهبتو إلى اليابان بعد كده هنرجع على الريبورتد سبيتش الكلام الغير مباشر إحنا عندنا كلام مباشر دايروكت سبيتش وعندنا كلام غير مباشر اللي هو الريبورتد سبيتش الكلام المباشر هو الكلام من الشخص نفسه الكلام الغير مباشر كلام بناخده من الشخص ونوديه لشخصتين اسمه كمان الكلام المنقول مثال مثلا سليم بيكلمك أنت وبيقولك I like reading comics أنا بحب أقرأ القصص المصورة فأنت هتاخد الكلام بتاع سليم وتروح توديه لحد تاني فهتقول سليم قال سليم قال إنه هو بيحب يقرأ القصص المصورة لاحظنا إيه؟ لاحظنا هنا إن إحنا غيرنا الفاعل بدل ما كان I أصبح he يعني سليم لما كان بيتكلم عن نفسه كان بيقول I أنا أنا بحب قراءة القصص المصورة أنت لما خدت كلامه ونقلته لحد تاني قلت إن سليم قال إنه هو اللي بيحب هو اللي بيحب يقرأ القصص المصورة لاحظنا حاجة كمان إن إحنا غيرنا الverb الverb غيرناه من من المدارع للماضي بدل ما كان like أصبح liked إذن إحنا بنعمل ثلاث حاجات عشان نحاول الكلام من direct speech من كلام مباشر لreported speech لكلام غير مباشر إيه هم الثلاث حاجات؟ أول حاجة وهي بنغير الفاعل وفقاً للمتحدث يعني لو المتحدث ولد وبيقول I فأنا لما أجي حولها للreported speech فبقول he ولو كان المتحدث bent فبتقول I لما أجي حولها للreported speech فبقول she هي وهكذا وهنفهم أكتر من التدريبات اللي هنحلها مع بعضها دلوقتي تالي حاجة بنعملها change the verb from present to past من المدارع بنحول الفعل من المدارع للماضي تالت حاجة وهي we don't use speech marks مش بنستخدم علامات الكلام اللي هي quotations اللي هي علامات التنصيص إذن أنا لو شفت ال quotations هعرف إن أنا في جملة كلام مباشر ولو ما لقيتش ال quotations فعرف إن أنا في جملة كلام منقول أو كلام غير مباشر فهيكون ساعتها الفعل في الماضي وهنحول التحولات اللي اتفقنا عليها هنبدو نحل الأكتافيتيز أكتافيتي نمبر ون بيقول listen and trickle the correct answer استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحية نص الإستماع بيقول people kept peace to make honey in ancient Egypt over four thousand five hundred years ago honey was an expensive but important natural resource كان الناس بيربوا النحل عشان يصنعوا العسل في مصر القديم منذ أكثر من أربعة تلاف وخمسمية سنة كان العسل موردا طبعيا غاليا لكنه مهم everyone liked that because you could use it for many different things people use it to make food taste sweet they use it as a medicine too الجميع أعجبهم العسل لأنهم يمكنهم استخداموا لأشياء مختلفة استخدموه الناس لجعل الطعام حلو المذوق واستخدموه كمان كدواء if you cut yourself you could put honey on the cut إذا جرحت نفسك يمكنك وضع العسل على الجرح people put peas in a house called hives الناس بيضعوا النحل في بيت يدعى hives اللي هو خلية النحل number one بيقول people kept a to make honey in ancient Egypt الناس كانوا بيربوا إيه لصنع العسل في مصر القديم طبعا الإجابة الصحيحة هي peas النحل number two بيقول people used honey to make food taste الناس استخدموا العسل لجعل الطعام طبعا حلو المذوق طعمه حلو إذا الإجابة الصحيحة هي sweet number three بيقول they use honey as a هما استخدموا العسل كإيه طبعا الإجابة الصحيحة هي medicine كدواء they put peas in a house called هما بيضعوا النحل في منزل يسمى طبعا الإجابة الصحيحة هي hives خلية النحل activity number two بيقول listen and complete استمع وأكمل نص الاستماع بيقول people in ancient Egypt used mud to build houses and other buildings الناس في مصر القديمة استخدموا الطين لبناء المنازل وغيرها من المباني they took it from the nile when it was soft and met it into square bricks هما أخدوا من النيل عندما كان ناعما وحولوا إلى طوب مربع these were hard and strong when they are dried كانت صلبة وقوية عندما جفت يعني الناس في مصر القديمة كانوا بيستخدموا الطين عشان يبنوا المنازل والنباني وكانوا بيجيبوا الطين من النيل وما وجد في النيل كان ناعم بيأضوا الطين من النيل وبيحولوا إلى طوب مربع ولما الطوب المربع ده يجف بيصبح صلب وقوي نبدأ نحل people in ancient Egypt used not to build houses and other buildings الناس في مصر القديمة استخدموا إيه عشان يبنوا المنازل وغيرها من المباني طبعا الإجابة الصحيحة هي مط الطين they took it from the knot when it was soft and made it into square knot they took it from the they took it from the وأصبح صلبا وقويا عندما طبعا الإجابة الصحيحة هي dried عندما جفة activity number three بيقول read and complete a dialogue with words from the box اكرأ وأكمل المحادثة باستخدام الكلمات من الصندوق الكلمات هي important مهم linen قماش الكتان cloth ملابس flex نبات الكتان المحادثة بين نوها ويندا نوها بتسأل ندا بدولها what did people use to make knot الناس بيستخدموا ايه عشان يصنعوا ايه طبعا الإجابة الصحيحة هي linen الناس بيستخدموا ايه عشان يصنعوا قماش الكتان ندا قلت لها they used طبعا إحنا بنستخدم نبات الكتان عشان نصنع قماش الكتان فندا هتقول لها they used flex هما بيستخدموا نبات الكتان نوها قلت لها why did people use it ليه الناس بيستخدموا ندا قلت لها they used it to make هما بيستخدموا عشان يصنعوا ايه طبعا إحنا بنستخدم الكتان عشان نصنع ملابس يبقى they used it to make cloth نوها قلت لها was it نقط هل هو طبعا الإجابة الصحيحة important هل هو مهم ندا قلت لها yes it was نعم هو مهم عندنا كمان dialogue بين سلمة و إسراء سلمة بتسأل إسراء وبتقول لها where did you نقط إسراء ردت عليها وقلت لها I نقط to the museum أنا نقط إلى المتحف يبقى أكيد إسراء هتسألها أين أنت ذهبتي where did you go أين أنت ذهبتي إسراء هتقول لها أنا أنا ذهبت إلى المتحف I went to the museum أنا ذهبت إلى المتحف سلمة هتقول not did you go there إسراء قالت لها by bus بواسطة الأوتوبيس يبقى أكيد سلمة هتسألها كيف ذهبتي إلى هناك how did you go there كيف ذهبتي إلى هناك إسراء قالت لها بواسطة الأوتوبيس سلمة سألتها سؤال كمان وبتقول لها what did you see ماذا أنت رأيتي إسراء بتقول لها I نقط some mummies of animals أنا نقط بعض مميوات الحيوانات إبقى أكيد إسراء هتقول لها I saw أنا رأيت بعض مميوات الحيوانات Activity number four بيقول اختر الكلمة الصحيحة number one بيقول the sun and water or none renewable ولا renewable ولا old new sources الشمس والماء مصادر غير متجددة ولا متجددة ولا قديمة ولا جديدة طبعا الإجابة الصحيحة هي renewable sources مصادر متجددة number two بيقول if you cold freeze boil drink water it turns to steam إيه بيحصل للماء عشان تتحول إلى بخار طبعا الإجابة الصحيحة هي boil الغليان if you boil water it turns to steam إذا غليت الماء فإنه يتحول إلى بخار number three بيقول if you melt heat boil freeze water it turns to ice إذا قمت بإيه للماء فإنه يتحول إلى ثلق طبعا الإجابة الصحيحة هي freeze إذا جمدت الماء فإنه يتحول إلى ثلق number four بيقول to dig a hole in the mountains take a towel bottle shadow shovel لحفر حفرة في الجبال نأخذ طبعا الإجابة الصحيحة هي shovel المجرفة أو الجروف number five بيقول they made linen for cloth from gold wood flax metal لقد صنعوا قماش الكتان للملابس من الزهب الخشب الكتان المعدن طبعا الإجابة الصحيحة هي flax الكتان number six بيقول gold copper iron supper is easy to bend الزهب ولا النحاس ولا الحديد ولا العشاء من السهل ثانيه إن إحنا نتنيه طبعا الإجابة الصحيحة هي copper النحاس number seven بيقول Egyptians used salt water honey milk as a medicine استخدم المصريون الملح ولا الماء ولا العسل ولا الحليب كدواء طبعا الإجابة الصحيحة هي honey العسل number eight بيقول the ancient Egyptians made paper from papyrus dates flax gold صنع المصريون القدماء الورق من النبات البردي ولا الطمر ولا الكتان ولا الذهب طبعا الإجابة الصحيحة هي papyrus النبات البردي number nine بيقول people in ancient Egypt used gold coal mud salt to build houses استخدم الناس في مصر القديمة الذهب ولا الفحم ولا الطين ولا الملح لبناء المنازل طبعا الإجابة الصحيحة هي mud الطين number ten بيقول a deaf blind dumb funny person can't see الأصم ولا الأعمى ولا الأخرص ولا مضحك هو الشخص الذي لا يستطيع الرؤية طبعا الإجابة الصحيحة هي blind number eleven بيقول the old cheese has a bad mass odor rough took it her الجبنة القديمة لها كتلة ولا رائحة ولا خشن ولا نسيج سيء طبعا الإجابة الصحيحة هي odor رائحة number twelve بيقول the glue is thick and rough hard sticky soft الغراء يكون سميك خشن صعب لذج أو لاصق ولا ناعم طبعا الإجابة الصحيحة هي sticky لذج أو لاصق number thirteen بيقول ice is a gas liquid solid steam الثلج يكون غاز ولا سائل ولا صلب ولا بخور طبعا الإجابة الصحيحة هي solid صلب number fourteen بيقول today we are going to make do play eat a science experiment اليوم سنقوم بعمل تجربة علمية الجابة الصحيحة هي do do a science experiment يقوم بعمل تجربة علمية number fifteen بيقول my favorite animal bird insect worm was a flamingo الحيوان ولا الطائر ولا الحشرة ولا الدودة المفضلة لدي هي الفلامينجو طبعا الفلامينجو ده طائر إذن الإجابة الصحيحة هي bird وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من revision ونظرا لعدم إطالة الفيديو هنكمل المراجعة في الفيديو القادم إن شاء الله وهندق بحل أسئلة grammar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر